التقسيط موضوع كتير مهم بألمانيا للأشخاص اللي عايشين فيها وحابين انه يشتروا وراد ان كان إلكترونية او اثاث منزل وما معهم المبلغ كامل فطبعا في عدة مواقع اللي حشرح اليوم عن احدها اللي تنتي بتقدر تستفيد منه بشكل كتير كبير وطبعا هتكون عندك الزيادة على المبلغ هي صفر وما حتدفع اي مبلغ زيادة فوق السعر الحقيقي اللي هو سعر الكاش خليتوا في التفاصيل سوا بكمالة الفيديو ببداية الفيديو وبحبقول ان شاء الله تكون القناة مفيدة وتستحق منكم انكم انتو تشتركوا فيها وتحطوا زر لايك واشتراك لقناة وتفعلوا زر الجرس حتى تشوفوا الفيديوهات الجديدة وتشوفوا ايضا الفيديوهات القديمة متابعيني العزاء متابعين قناة فيازين اندورشلند أنا عبدالهادي واليوم رجعت لكم بفيديو جديد مهم ومفيد مثل عادة ان شاء الله عسى الجميع انه يكون بصحة وافية هو عم يتابعيني وعم يشوف هذا الفيديو اليوم الفيديو بيحكي عن موضوع كتير مهم لاشخاص مهتمين انه يشتروا بالتأسيط بالمانيا متل ما الكل بيعرف انه في اكتر من موقع للتأسيط بتقدر انك انت تشتري عن طريق خلينا نقول رقم واحد موقع الاوتو اللي شرحت عنه قبل بفترة يلي مثلا مو دائما بيفتحوا خيار التأسيط اذا الحساب جديد فبيتوصيف الفيديو تقدروا انه انتو تلاقوا فيديو شارح عنه سابقا كيف الواحد بيقدر انه يفتح خيار التأسيط لتا الاوتو فاذا فتح خيار التأسيط من الاول او فتحوا لك يا بعدين فالاوتو هو موقع جيد وثقة انك انت تقدر تأسيط من عنده شو ما كان المبلغ وبتقدر تأسيط من 3 شهور ل 48 شهر وما خصن بالاقامة تبعا او ما خصن انه ان يسحبوا مصاري من حسابك انت بتحول لهم بشكل شهري فلذلك موقع الاوتو هو نصيحة للشخص انه يشتري منه بس طيب اذا الواحد ما بده يشتري من موقع الاوتو او خلينا اقول هذا الموقع ما رضي انه يقصط لك شو هو الخيار التاني اللي انا بقدر اشتري منه التأسيط بجودة جيدة وسعر نوعا ما مناسب لحنقول عند شركة الايكيا اكيد الكل اللي بيعرفها الشركة السويدية الضخمة اللي عند المفروشات واثاث البيت المنزلي بشكل عام فشو هي الشروط لنقدر نحن نقصت لدى الايكيا اول شرط انه يكون عمرك 18 سنة وعندك عنوان ثابت بالمانيا وعندك حساب بنكي هاي هاي الشروط المبدئية اللي نحن هنحكي عنا بس في شرط لازم تكون القيمة الشرائية اللي انت لازم تشتري عندها فيها او لازم تكون موجودة بحسابك انت انت تشتري فلازم ان هي تكون الف يورو اقل حد لتقدر انك انت تطلب خيار التأسيط ان كان عنات او ان كان بداخل المركز والميزة الممتازة اللي فيه انه هذا دائما العروض فيه صفر بالمية فائدة او صفر بالمية على موضوع التأسيط يعني انت بتاخد الغرض بنفس سعر الكاش ما بزيد عليه اي يورو زيادة على موضوع التأسيط ايام الاوتو بيفتح خيارات انك انت مثلا من هاي الفترة لهاي الفترة اذا بتشتري تأسيط لمدة سنة فانت بتكون عندك صفر الزيادة على التأسيط اما الايكيا على طول هو بيعطيك هاي الميزة بتقدر انك انت تشتري بدون زيادة ابدا على رقم التأسيط يعني غرض حقه مية اذا اشتريته بمية فهو نفس سعر التأسيط بس مثل ما ذكرت لازم يكون القيمة الشرائية الخاصة فيك اقل حد هي الف يورو فاذا اشتريت الغلط ب الف يورو انت هتدفع الف يورو فقط على خيار التأسيط طيب وهون في سؤال مهم على كم شهر انا بقدر اني قدم التأسيط اذا انت اشتريت ابتداء من الف يورو فمعك من 12 شهر ال 24 شهر لتسكر هاي الف يورو اما اذا انت اشتريت من ابتداء من 3000 يورو فانت معك ل36 شهر او لو 48 شهر لتقدر انك تسكر او تطلب انه بده يكون التأسيط التابعي على هاي الفترات مثل ما ذكرت 36 شهر او 48 شهر اذا اشتريت بقيمة 3000 يورو وطبعا ما في اي رسوم اضافية انت بتدفعها عند اتمام العقد مثلا اذا انت بتشتري عند الميديا ماركت بالتأسيط ووافق انه يعطوك بالتأسيط فانت في مبلغ اسمه فرسجونج هونت بتدفعه في حال ما تقدر تدفع بهو بيكون عبارة على حسب قيمة الغرض اللي انت اشتريته فمثلا اذا اشتريت شاشة ب700 يورو فتقريبا انك انت بتدفع 25 يورو اضافية لموضوع رسوم مخلين العقد او رسوم التأمين في حال ما تقدر انك تدفع اما الايكيا هذا المبلغ انت ما بتدفعه انت حر اذا بدك تساوي شيء هلا بنحكي عنه لاحقا اذا بدك تساويه بتدفع عنه تأمين خاص بس هلا ما دام انت عملت العقد بدون بلوس شوتسي اللي هنحكي عنه لاحقا فما بتدفع اي رسوم اضافية عند اتمام عاقة التأسيط وهلا هنحكي عن الشروط بشكل كامل متل ما هيزهر قدامنا على الشاشة اذا الشخص الماني او حامل الجنسية الالمانية فهي شروط بسيطة لازم يكونها امرأة اقل شيء 18 سنة ولازم يكون عندك عنوان ثابت وايضا حساب بنكي ثابت خاص فيك اما اذا الشخص اوسلندا اجنبي فلازم يكون معه جواز سفر صالح وايضا يكون معه الملدي بشانجه وقت بده يعمل عقد التأسير ويكون ايضا معه اقامة دائمة هلا بالنسبة لموضوع الاقامة الدائمة هون بتختلف من فرع لفرع بس انا عم بحكي عن الشروط مثلا اذا انت بدك تقدم التأسير عن طريق الانترنت اما اذا انت رحت عالفرع فممكن مثلا يكون بالفرع هون يشوفه معك عقد عمل ويقام لمدة 3 سنوات او سنتين في اصطولك المبلغ على هاي السنين يعني انا صديقي اخذ من ايكيا اللي موجود بأسنا بروك اخذ بقيمة 2000 يورو وماما اقامة دائمة واصطوله هذا المبلغ على مدة سنتين فهون بترجع لحسب المركز وشروط المركز الخاص فيك اما هي الشروط اللي انا اللي عم بحكيها بشكل عام هي شروط موجودة على موقع الايكيا وبتقدروا انه انتوا تفوتوا تشوفوها الشروط العامة وطبعا مثل ما الكي اللي بيعرف بهاي البلد اللي نحنا عايشين فيها دائما في استثناءات تقدر انك انت تستفيد منها وهلأ حيزهر قدامنا مثال بسيط اذا انت اشتريت غرض بقيمة 3000 على 36 شهر فمنقسم نحنا 3000 على 36 بيطلع عندك ما يقارب 83 يورو او 84 يورو هتدفعه بشكل شهري لمدة 36 شهر فانت المبلغ اللي اشتريت فيه بتقسمه على عدد الأشهر اللي انت بدك تقصت عليه بيظهر معك المبلغ الشهري اللي هتدفعه بشكل شهري هنا انه بيسحبوه بشكل عام بواحد الشهر من حسابك البنكي وطبعا انت بدك توقع على ورقة انه انه الموافقين يسحبوا من حسابك البنكي هذا المبلغ المتفق عليه لهذه المدية وهون في سؤال كتير مهم خاصة للاجئين في حال الشخص في شي اسمه عند الايكيا بوست ادينت اللي هو انك انت لازم تعرف البوست اذا اشتريت عن طريق الانترنت فهي المشكلة اللي نحن عم تواجهناه انه الجواز الازرق غير معترف فيه عند البوست لما انت بدك تعمل تعريف لهوية الشخصي اللي اشترى تقصيد فلذلك نحن عم نواجه مشكلة لا الجواز السوري نوعا ما بياخده بعض المراكز بتاخده او على حسب الموظف على قد ما بيجرب ممكن اشخاص يتاخد ماه او لا وعندك الجواز الازرق ابدا ما بيتاخد على الجهاز كشفل او تعريف الشخصيات فلذلك نحن نواجه هاي المشكلة فالحل هو الرئيسي انك انت تشتري الغرض عن طريق المركز فورا وما تشتري عن طريق الانترنت لانك هتواجه هاي المشكلة وما حيتعرفوا على الشخص عن طريق الجواز الجواز اللي نحن حاملينه فلذلك مثل ما ذكرت الحل الوحيد انك انت تشتري عن طريق المركز وعندك حل اخر كمان لما انت بتشتري عن طريق الانترنت فبتترسلي الايكيا فورا انه انا عندي هاي المشكلة معي جواز سوري ما له شغال عند البوست مثلا بتروح بتجربه او عندي جواز الاذرق او الوثيقة السفر الزرق الخاصة باللاجئين هاي ما له شغالة فهو بيقل لك انه صدق الجواز وبعتلي عن طريق البريد بس الاسهل انك انت تروح وتعطيهم الجواز باليد هنه يصوروه ويصدقوه من عندهم من المركز او يصدقوا عليه خلين اول بيز بيصوروه بيشوفوا الارجينال ويصوروا عنه وبيرجعوا لك الاصلي هذا هو الحل الوحيد انت تشتري عن الايكيا وتسعوي شي اسمه بوست ادنت يعني تعريف هوية الشخص اللي عم يشتري من عندهم ومثل ما ذكرت مشان المبلغ يبينسحبه منك باول الشهر ولازم تكون موقع على هاي الورقة وبس تشتري من عند الايكيا بتحصل من عندهم على كريتت كارت فورا بمبلغ معين كل ما اشتريت منه غرض طبعا لازم تسكره ايضا بواحد الشهر ويصالك حساب رسمي عن طريق الانتونيت انت قديش اشتريت فيها هذا الشهر يعني كريتت كارت عادية فيزا او ماستر تقدر تستخدمها استخدام طبيعي من عند ايكيا ولازم تسكر المبلغ كل شهر بشهره طبعا اذا ما سكرت المبلغ فهون انت بيك تفوت بنظام الريبا ونظام الفوائد فانت بغينا عنه فيك هاي البطاقة الكريتت كارت انت تستغني عنه وتقول لهم انا ما بدي اياها بس انت تستلمها يعني مثلا مثل اللي بيشتري من الميديا ماركت ايضا بالتقصيد فورا بيحصل على بطاقة كريتت كارت من بنك تراكو بنك فانا وصلتني واشتريت بالتقصيد عن الميديا ماركت وانا معي الفيزا كارت تبع امازون فانا ما لي بحاجته رحت لعن البنك فورا وقفتها لان انا ما بديها هي بيجي فيها تقريبا 3000 للاشخاص اللي بتشتري من ميديا ماركت خلينا نقول عند الايكيا تقريبا بتجي بين 1500 لل2000 يورو اذا انت ما بدك اياها ما لك ملزم فيها بتقدر انك انت ت تلغيها فورا بالبنك اللي تابع له هاي البطاقة طبعا بصلاك العقد كامل هاي البطاقة لاي بنك تابع لاي بنك تابع لاي بنك انت عم تتعامل ومتل ما زكرت بنص الفيديو كان في شيء اسمه في حال الشخص صار ما حادث او توقف عن عمل او صارت حالة وفاة وما عند قدره الاهل يدفعوا تكاريف التأسيط اللي هو ااخده فانت بتقدر تدفع تأمين على هيدا الغرض اللي انت شاريه هو اسمه وطبعا بتقيم التأمين على حسب حق الغرض مثل عند الاوتو بندفع تقريبا 2 بالمية او 1.5 بالمية ما انا متأكد من رقم انا بندفع هذا المبلغ على شكل شهري كما انت تدفع القصص لازم تحول الفرسجة تابعه معه وطبعا هذا الشيء ايضا موجود عند الايكيا بتقدر انك انت تدفع تأمين على حالات وفاة او عدم قدرة الاكمال للقصص لأي سبب ان كان طبعا لازم يكون السبب مقنع توقف على العمل او مرض مثلا ما تقدر تشتغيل او صارت حالة وفاة بتقدر انك تدفع هذا التأمين مشان اذا لا صلى الله ما تقدر تدفع المصاري واهلك معد معهم او خلاص اعلنت افلاسك فهون التأمين هو بكمل حق الغرض اللي انت اشتريته وهيك بالحالة بكون مصلت لنهاية الفيديو لا تنسوا من الدعاء دعم لايك شايلا وقناته للفيديو ان شاء الله الفيديوهات تكون مفيدة وان شاء الله الفيديو القادم نحيحكي بشكل كامل عن 4 سنين قضيتهم بالمانيا شو عملت بهال 4 سنين لعله وعسى يكون هذا الفيديو القادم هو فيديو خير وتفاؤل للعالم اللي ماشي على نهج معين وعنده خطط معينة بتقدر انهي تحقق بالمانيا لا تنسوا من الدعاء واشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة